عودة إلى الخرطوم وخبر إطلاق صراح عدد من المعتقلين تنضم إلينا مرسلة الغد سهام سعيد سهام نريد أن نعرف أصداء الإفراج عن عدد من الساسة السودانيين نعم بالفعل صلاح بالفعل في الساعات الأولى من صباح اليوم تم إطلاق صراح دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين الخطوة وجدت ارتياحا كبيرا في الشارع السوداني وخاصة وسط الحزاب السياسية وقوى الحرية والتغيير الذي كانت أصدرت بيانا أمس أعلنت فيه دخول عدد من منسوبيها داخل المعتقلات في إضراب عن الطعام لأنه لم يتم إطلاق صراح حتى الآن واحد من هؤلاء الذين أعلنوا إضراب عن الطعام كان هو خالد عمر يوسف وزير رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المقالة وتم إطلاق صراحه بالأمس وهناك أيضا أنباء عن إجراءات لإطلاق صراح عدد آخر من المعتقلين السياسيين هل من أسماء محددة سياسة؟ من المتوقع كما ورد أن يتم إطلاق صراح مثلا وجدي صالح عضو لجنة تفكيك النظام السابق أيضا هناك أنباء تتحدث عن قرب إطلاق محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق وأيضا بقية من المعتقلين السياسيين هذه مجرد أنباء لا ندري إلى أي حد هي صحيحة ولكن هي قد تكون صحيحة لحد كبير لأنه وفقا لاتفاق البرهان حمدوك يجب إطلاق صراح هؤلاء المعتقلين السياسيين سيام سعيد مراسلة الغد كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا